السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو استدعاة النظام System Calls توفر استدعاة النظام واجهة للخدمات التي يوفرها نظام التشغيل تتوفر هذه الاستدعاة بشكل عام كوظائف مكتوبة بلغة C و C++ على الرغم من أن بعض المهام مخفضة المستوى على سبيل المثال المهام التي يجب الوصول إلى الأجهزة فيها مباشرة قد يتعين كتابتها باستخدام تعليمات لغة تجميع Assembly Language مثال توضيح كيفية استخدام استدعاة النظام لنفرض أنه مطلوب كتابة برنامج لقراءة البيانات من الملف ونسخها إلى ملف آخر سنحتاج إلى إدخالين اسم الملف الأول واسم الملف الثاني يمكن تحديد هذه الأسماء بطرق مختلفة الطريقة الأولى مثلا في Unix نستخدم الأمر Copy In Text Out Text يقوم هذا الأمر بنسخ ملف الإدخال In Text إلى ملف الإخراج Out Text الطريقة الثانية هي أن يطلب المرنامج من مستخدم الأسماء في النظام التفاعلي سيتطلب هذا الأسلوب سلسلة من استدعالة النظام أولا كتابة رسالة مطالبة على الشاشة ثم قراءة لوحة المفاتيح في الأنظم المستندي للفارة والأيقونات يتم عادة عرض قائمي بأسماء الملفات في نافذه يمكن المستخدم بعد ذلك استخدام الفارة لتحديد اسم المصدر ويمكن فتحناه في ذلك الملف يجب تحديد اسم الوجهة يتطلب هذا التسلسل العديد من استدعالة نظام الإدخال الإخراج Acquire Input File Name Write Prompt to Screen Accept Input Acquire Output File Name Write Prompt to Screen Accept Input كل من هذه الحركات قد تطلب استدعالة النظام بعد الحصول على اسم الملفين يجب على البرنامج فتح ملف الإدخال Open the Input File أيضا استدعاء إذا لم يكن الملف موجود نخرج أيضا استدعاء فتح ملف الإخراج أيضا استدعاء إذا كان هناك ملف بنفس الاسم أيضا خروج استدعاء بعد ذلك نبدأ بتكرار Read From Input File في كل مرة في هذا التكرار استدعاء Write to Output File في كل مرة استدعاء حتى يتم نقل جميع البيانات من ملف الإدخال بعد ذلك Close Output File أيضا استدعاء Write Completion Message to Screen أيضا استدعاء Terminate Normally أيضا استدعاء ويمكن إخفاء معظم التفاصيل واجهة نظام التشغيل عن المبرمج باستخدام Application Programming Interface إذن كما شاهدتم في كثير من الأحيان تنقض الأنظمة ألاف استدعاءة نظام التانية لا يرى معظم المبرمجين هذا المستوى من التفاصيل أبدا عادة نصنم مطور التطبيقات البرامج وفقا لواجهة برمجية التطبيق Application Programming Interface تحدد الـ APIs مجموعة من وظائف المتاحة لمبرمج التطبيق بما في ذلك المعاملات التي يتم تمريرها لكل وظيفة وقيم الإرجاع التي يمكن المبرمج توقعها ثلاثة واجهات أكثر شيوعا هي برمجة تطبيقات ويندوز لأنظمة ويندوز واجهة برمجة تطبيقات بوزيكس للأنظم المستندي إلى بوزيكس والتي تشمل تقريبا جميع إصدارات وينيكس ولينيكس وماك أو اس وواجهة برمجة تطبيقات جابا للبرامج التي تعمل على آذ جابا الابتراضية يصل المبرمج إلى واجهة برمجة تطبيقات API عبر مكتبة التعليمات البرمجية التي يوفرها نظام التشغيل في حال تونيكس وينيكس البرامج المكتوبة بلغة C تسمى المكتبة لبسي تستدعي الوظائف التي تشكل واجهة برمجة تطبيقات API عادة استعاعات نظام الفعلية نيابة عن مبرمج التطبيق على سبيل المثال يتم استخدام وظيفة Create Process لإنشاء عملية جديدة تستدعي بالفعل استدعاء نظام NT Create Process في Windows Kernel إذن لإنشاء عملية جديدة يقوم المبرمج باستخدام Create Process هذه بدورها تستدعي البرنامج NT Create Process في نواة الويندوز الذي سيقوم بهذه المهمة جميع تعقيدات هذه العملية ستكون مخفية عن المستخدم لماذا يفضل مبرمج التطبيقات البرمجة وفقا لواجهة برمجة التطبيقات بدلا من استدعاء استدعاءات نظام الفعلية إحدى الفوائد هي يمكن لمبرمجة التطبيقات الذي يصمم برنامجا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات أن يتوقع من البرنامج أن يقوم بالتجميع والتشغيل على أي نظام يدعم نفس واجهة برمجة التطبيقات علاوة على ذلك يمكن أن تكون استدعاءات النظام الفعلية في كثير من الأحيان أكثر تفصيلاً وصعوباً في العمل معها من واجهة برمجة التطبيقات المتاحة للمبرمجة التطبيق عامل مهم آخر في معالجة استدعاءات النظام هو بيئة وقت التشغيل Run-Time Environment وهي المجموعة الكاملة من البرامج اللازمة لتنفيذ التطبيقات المكتوبة بلغة برمجة معينة بما في ذلك المترجمات أو المترجمات الفورية بالإضافة إلى البرنامج الأخرى مثل المكتبات وأجهزة التحميل توفر بيئة وقت التشغيل RTE واجهة اتصال للنظام التي تعمل كحلقة توصل لاستدعاء النظام التي يوفرها نظام التشغيل تعترض واجهة استدعاء النظام استدعاء الوظائف في API وتستدعي استدعاء نظام ضرورية داخل نظام التشغيل عادة ما يرتبط كل استدعاء النظام بالرقم وتحتفظ واجهة استدعاء النظام بجدول مفارس وفقا لهذه الأرقام ثم تقوم واجهة استدعاء النظام باستدعاء النظام المقصود في نواة التشغيل وإرجاع حالة استدعاء النظام لا يحتاج المتصل إلى معرفة أي شيء عن كيفية تنفيذ استدعاء النظام أو ما يفعله إثناء التنفيذ بدلاً من ذلك يحتاج المتصل فقط إلى الانصيع لواجهة برمج التطبيقات وفهم ما سيفعله نظام التشغيل كنتيجة لتنفيذ استدعاء النظام هذا وبالتالي فإن معظم تفاصيل واجهة نظام التشغيل مخفية عن المبرمج بواسطة API وتتم إدارتها بواسطة RTE Runtime Environment هذا الشكل يبين الحلاقة بين واجهة برمجة التطبيقات وواجهة استدعاء النظام ونظام التشغيل ويوضح كيفية تعامل نظام التشغيل مع تطبيق المستخدم الذي يستدعى استدعاء النظام Open إذن في تطبيق المستخدم لنفرض أنه لدينا الجملة Open لملف معين طبعا عند تنفيذ برنامج المستخدم نكون في الوزر مود عند مواجهة الجملة Open فإن هذه الجملة لا تتنفذ في الوزر مود يتم تمرير التحكم إلى واجهة استدعاء النظام System Call Interface الذي يحدد بدوره نوع الاستدعاء حسب رقم مخصص له في جدول ومن هذا الرقم نحصل على عنوان الإجراء الذي يقوم بتنفيذ عملية فتح الملف Open وبعد الانتهاء من هذه العملية التي تتم في الكيرنال مود وليس في الوزر مود بعد الانتهاء يتم الرجوع إلى واجهة استدعاء النظام التي تعيد التحكم إلى برنامج المستخدم طبعا يجب أن تعيده في نفس المكان الذي انقطعت عنده ولهذا السبب يجب قبل الاستدعاء تخزين هذا المكان بحيث يكون نظام التشغيل قادر على الرجوع إلى نفس الموقع بعد الانتهاء من تنفيذ الاستدعاء التالي تمرير معاملات استدعاء النظام System Call Parameter Passing طبعا واضح لديكم أنه في أغلب الحالات عند استدعاء النظام فإنه يجب تمرير معاملات مع الاستدعاء مثلا بعض القيم أو بعض أسماء الملفات إلى آخره هناك ثلاث طرق معروفة لتمرير البيانات إلى النظام باختصار في الطريقة الأولى نقوم بتمرير البيانات عن طريق تخزينها في أحد مسجلات وحدة المعالج المركزية وهذه الحالة جيدة إذا كان لدينا قيمة واحدة أما إذا كان لدينا أكثر من قيمة مثلا نريد تمرير جدول فإن هذه الطريقة لا تصلح في هذه الحالة نضع عنوان الجدول في إحدى المسجلات وأن نمرر مع الاستدعاء عنوان هذه الكتلة الطريقة الثالثة ندفع البيانات الضرورية في المكدس بحيث يستطيع برنامج الاستدعاء التعامل معها من المكدس مرة أخرى باختصار تمر المعلومات إلى النظام إما عن طريق مسجلات وحدة المعالج المركزية وهذه الطريقة تصلح إذا كان حجم البيانات قليل أو عن طريق تخزين عنوان البيانات في إحدى مسجلات وحدة المعالج المركزية مثلا نخزن في المسجل عنوان الجدول المطلوب تمريره والطريقة الثالثة دفع البيانات في المكدس إذا أفسد طريقة تمرير المعاملات في السجلات المعاملات في الواقع في أغلب الترجمات المعلمات المخزنة في كتلة أو جدول قوم بتمرير عنوان هذه الكتلة كعامل في إحدى السجلات وحدة المعالج المركزية الطريقة الثالثة وضع المعلمات أو دفعها على المكدس بواسطة البرنامج وسحبها من المكدس بواسطة نظام التشغيل إذن طرق الكتلة والمكدس لا تحد من عدد أو طول المعلمات التي يتم تمريرها لنفرض مثلاً أننا نريد تمرير كتلة من البيانات مثلاً جدول مع استدعاء نظام System Call 13 قبل الاستدعاء نخزن عنوان هذا الجدول في إحدى مسجلات وحدة المعالج المركزية إذن X هي عنوان الكتلة عند استدعاء نظام يقوم نظام التشغيل باسترجاع الكتلة عن طريق استخدام عنوان الكتلة X الممرر إلى نظام التشغيل شكراً لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته